رجال بشروا بالنار وهم في الدنيا الشخصية رقم 17 صاحب الجنتين هناك جماعة من حزب الشيطان بشرهم ربهم بعذاب أليم وذكر لنا صفاتهم ولم يذكر أسماءهم وما ذلك إلا لأن القرآن الكريم يهتم بعرض الفوائد من القصة وأحداثهم المؤثرة في حياة الأمم والشعوب وليجعل القصة حدثا حيا على اختلاف العصور والدهور ومن هؤلاء الذين ذكر القرآن المجيد قصتهم ولم يذكر أسماءهم صاحب الجنتين عابد المال العالم الذي لم يعمل بعلمه بل عام ابن بعراء وقد مر قصته عند الكلام عن إبليس ونحن في هذا اللقاء نعيش مع أحد عباد الأموال صاحب الجنتين يقال إن اسمه فرقوش أما بطل القصة الصالح فهو تمليخ ويقال إن اسمه يهوذة والمؤمن الصالح إنما يركز حربته على الفوائد والمعاني للأسماء والمباني فما حدث من الطال احتجاه الصالح ورد أنهما كان شريكين ثم اقتسم المال فصار لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار فاشترى المؤمن منهما عبيدا بألف وأعتقهم وبالألف الثانية ثيابا فكسى بها العراه وبالألف الثالثة أعاما فأطمع الجوع وبنا مساجد وفعل خيرا وأما الآخر فنكح بما له النساء ذوات اليسار واشترى دوابا وبقر فاستنتجها فنمت له نماء مفرطا واتجر بباقيها فربح حتى فاق أهل زمانه غنى ودركت الأول الحاجة أي أدركه الفقر فأراد أن يستخدم نفسه في جنة يخدمها فقال لو ذهبت لشريكي وصاحبي فسألته أن يستخدمني في وعد جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح لي فجاءه فلم يكد يصل إليه من غلص الحجاب فلما دخل عليه وعرفه سأله حاجته قال ألم أكن قاسمتك المال نصفيني فما صنعت قال اشتريت به من الله تعالى ما هو خير وأبقى فقال أإنك لمن المصدقين ما أظن الساعة قائمة وما أراك إلا سفيها وما جزاؤك عندي على سفهتك إلا الحرمان أوما أترى ما صنعت أنا بمالي حتى آل إلى ما أراه من الثروة وخصن الحال وذلك أني كسبت وسفهت أنت أخرج عني ولنستمع إلى القرآن الكريم وهو يقص علينا قصة صاحب جنتين قال تعالى وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم أظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لو أعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من قرآ ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حزبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة يصرونه من دون الله وما كان منتصرا ونالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا صورة الكهف الآيات من 32 إلى 44 وبنظرة انفاحصة في هذه الآيات نرى أن الله عز وجل عمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يضرب لأمته مثل الغني المغرور بالمال المغدوع بظهرة الحياة الدنيا ومثل الفقير الصابر الشاكر المعتز بربه الواثق بمولاه الراكن إلى عالم الآخرة وهذا المثل المغروب تحذير لهذه الأمة من الوقوع في الشهوات والانكباب على الدنيا ونسيان الآخرة قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنائل المغنطرة من الذهب والفضط والخير المسومة والأنعام والحرق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب آل عمران الآية 14 وكم مر علينا قول الله عز وجل هو خير ثوابا وخير عقبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من ظهرة الدنيا وزينتها ضربت الآيات مثل رجلين رزق الله تعالى أحدهما وهو ظالم لنفسه جنتين من أعناب أحيط أطأ بنخل ووسط الأعناب النخل وزاد الرزق والعطاء فآتت الجنتان أثمار تامة وكاملة وحسنة وفاض الخير وفجر الله سبحانه نهرا بين الجنتين رأى الفاجر هذا الخير العميم فتكبر بماله واغطر بدنياه حتى نسى الآخرة وكفر بها فقال لصاحبه حال كونه ناطقا بكلمة السر عند المتكبرين المغرورين أنا أكثر من كماله وأعز نفرا أي مالا وخدما وولدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه فهم نفق الشيطان في قلبه وظن أنه حي لا يموت ولو أعطي كفاءات فرعون لعنه الله لدع الألوهية وبعد أن أنكر فناء الحياة الدنيا ظن عدم أقوع البعث بعد الموت وإن كان بعث بعد الموت فإنه سيعطى النعم التي أعطيها في هذه الدنيا فرد عليه المؤمن واعظا ومذكرا قائلا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنني لا أكفر بربي ولا أشرك به أحدا ولا أعبد من دونه إلها ولا أتخذ من دونه وليا ولا أجعل المال ربا ومعبودا ثم وبخه ووصاه ورد عليه فقال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي هل إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال إمام مالك ينبغي لمن دخل بيته أن يقول هذا ثم ذكره بأن الله عز وجل قادر على أن يعطيه خيرا من جنته ويرسل على جنة الكافر عذابا من السماء قد يكون مطارا شديدا يقلع الزرع أو ساعقة أن تهلك ما حولها أو سهاما تزيل الأخضر واليابس فتصبح الأرض بيضاء لا زرع فيها ولا ماء أو يصبح ماءها غائرا ذاهبا لا يدخل في شقوق الأرض ولا يمرها ولا يغذيها فلن تستطيع رد الماء الذاهب ولا تقدير عليه بحيلة ولا قوة وكأن القدر ينتظر هذه الكلمة الحكيمة الرشيدة المنذرة من هذا العبد الصالح الشاكر لهذا الكافر الفاجر الذي لم يؤثر فيه تحذير المؤمن فنزل انتقام الله عز وجل وأحيط أبي ثمره أي أهلك ماله كله فلم يبق منه مثقال غره فأصبح الكافر يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما على ما أنفق فيها من تعب ونصب ومال وقت وهي خاور على عروشها أي خالية قد سقط بعضها على بعض ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا أي يا ليتني عرفت نعم الله علي وعرفت أنها كانت بقدرة الله وكرما منه واختبارا منه ولم أكفر به وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم ولم تكن له جماعة تمنع عنه عقاب السماء وما كان ممتنعا بنفسه فالقوة لله جميعا والله شديد العقاب والله غالب على أمره وهو يجير ولا يجار عليه لعنة الله على الظالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم